موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة تغمو ميكس كويزين ماء وكان مع فاطمة كما ترى سوف نحضر اليوم وصفه باللحم البرقوق في تغمو ميكس هذه الوصفة المشهورة في المغرب سوف نحضر لكم المقادير تابعوني المقادير لدي أربعة البصلات سوف نضع الروبو تغمو ميكس كما ترى سوف نضع 5 ثواني سوف نضع 5 ثواني سوف نضع البصلة الروبو تحتاج كيلو اللحم والبصلة والزيت والماء سوف نضع كما ترى سوف نضع من الملش نضع كيلو من الملش ونضع 50 جرام من الملش جميع من الملش ونضع 50 جرام من الملش من الملش من الملش من الملش ونضع من الملش من الملش ونضع كلو سوف نضع إلى الملش اضافة 10 دقائق و من بيت 10 دقائق على درجة الحرارة و لا ننسى موس كما العادة هذا هو يحرك لن تحرك من جهة الحفية نضيف الحم يقل في هذه العطرية نضيف الماء و نضيف القياس لن يطاب الملش الماء يكون سخون لا نضيف الماء الماء و نضيف 450 غ من الماء نضيف الماء 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 و اخر من الماء 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 يمكن التحرك 40 دقيقة طبق التحرك 40 دقيقة على درجة هي بروما بالحرارة وغادي نبرمج يعني ندير الصرعة دي المعلقة غادي بقير يحرك لي صافي بعد 40 دقيقة أنا معكم دابا ملي يوجد لنا الطبق ديالنا ها هو دازت 40 دقيقة حانتما شوفوا معي الطبق طيب مزيان يعني الحمد يعني الطب مزيان ها غادي نحطه في الطبق تقديم كما أنا يا قبل راني وجدت البرقوق واللوز اللي هو حمرته والبرقوق اللي عسلته هات قدي يكون شيء كل واحد كي عرف يصيب هاد البرقوق واللوز يعني معروفة طريقة ديالهم غادي نستمر إلى هاد الطبق نقدو ومع نحضرو كيف ما غادي نزوقو بالبرقوق يعني البرقوق غادي ندردر إليها الزنجلان يعني غادي ندفنو في ذلك الزنجلان اللي يحمرته عندي محمار ومقاد وغادي نسوق بيه ثاني ندردر إليها الزنجلان كانت مننا تجربو هالطبق رهاء كي يجي شاهي وهالطبق رمعروف يدنا في المغرب يعني دائما كيكون معنا حاضر في المناسبات وفي الأفراح كانت مننا تجربو هالطبق اليوم وكانت مننا تجربوه في تغمو ميكس يعني بالنسبة لي ماليش نتغمو ميكس رغا يديرو فطنجرة عادي وبصحة وراحة وكانت مننا لكم اللي عجبكم هاد الفيديو ما تجربوه اشتراك والضغط على الجرس باش يصلكم دائما الجديد والسلام عليكم